مصر الخير مونير عجم بهالفيديو حنركز على موضوع من البومباك جايد سابقا حكين ببعض الموضيع بس منكمل موضيع شرح للبومباك جايد الدليل المعرفي بالطبع البومباك جايد دليل المعرفي من منظم PMI أحد الأهم النقاط اللي بدايما بلاقي فيها فهم مغلوط إن الناس بتكون فهمينتها غلط حتى اللي بدرسوا حين على البومباك جايد وحتى اللي معهم شعالات PMP وغيرهم في نقطة كتير مهمة فهمينها غلط عالطا بالبومباك جايد اللي هي العملية تكرار العمليات من مرحلة لمرحلة بمراحلة المشروع هون خلينا نرجع نذكر اللي عم بتسمى علينا إنه شو هي مراحل المشروع نحن لما منحدد مشروع له حياة من البداية حياة المشروع أما أن بداية حياة المشروع هي من بدايته من الفكرة للأغلاق هالمرحلة هذه الزمنية هاي ممكن تتقصم لمراحل أساسية أما فرعية نحن المراحل الأساسية بنسميها phases والمراحل الفرعية بنسميها stages حسب منهجية روكاد معناتها كل مشروع إلا نادرا ما يكون في مشروع يكون بس من مرحلة واحدة أي مشروع عرضه نتكون من أكثر من مرحلة أو بكل مرحل من هالمراحل معناتها مجموعة العمليات الـ Process Group طبعا الـ Pumbak Guide والـ ISO 21500 لازم تتكرر من مرحلة لمرحلة هون مرجعا نركز أن المشروع أكيد مش مشروع صغير بيشتغلوا على شخصين ثلاثة أبو أسبوعين ثلاثة بالطبع هذا مشروع على الأطبع ممكن يكون أشهر يكون في عدد أعضاء الفريق أكيد مش واحد باثنين هون المشروع يقسم لمراحل وكل مرحلة إلى جزئيتها وإلى منتجها المنتج ربعها الـ Output تبع المرحلة حسب نوع المرحلة مرحلة مثلا الفيزيبلية تسلي دراسة جدوة إمكانية نجاح المشروع إلى Output محدد دراسة تحديد نطاق المشروع كل مرحلة بمرحلة المشروع إلى بطبع المنتج تبعها هون طيب الـ Pumbak Guide بركز والـ ISO بركزوا أنه مجموعة العمليات الـ Process Groups اللي مذكورة بهالمراجع هاي هي يجب أن تتكرر من مرحلة لمرحلة هلا الناس تفهمها غلط بيقولوا أنه مثلا عندنا مرحلة تخطيط المشروع لأنه فيش عندنا اسمه Planning Process Group أما عندنا مرحلة تنفيذ المشروع لا شك ممكن يكون بعض المنظمات عندها هايك مراحل بالمنهجيتها وهذا الشيء مش خطأ بس يجب أن نميز نحنا بين مثلا مرحلة التخطيط المشروع كمرحلة اللي هي ممكن تكون بتنتد على مدى بسيط من حياة المشروع نميز بين مرحلة التخطيط إذا هالمرحلة موجودة بالتسمياتكم ومجموعة عمليات التخطيط مرحلة التخطيط هي ممكن تجي قبل التنفيذ وبعد الدراسات الأولية بلما عمليات التخطيط هي ممكن تكون على مدى حياة المشروع من أوله لآخره للأسف البومبا قايد مش للأسف يعني البومبا قايد والآيسو بيذكروا هالشي بس لما بيجوا بيسبل شو يسموا المراحل يعني مثلا موضوع خلينا نعطي مثلا اليوم نشرح موضوع التشارتر مساق المشروع لما نرى التاب البومبا قايد بيقول أنه مساق المشروع التشارتر هي الوثيقة اللي بتثبت أما بتعطينا أما بتعلن تصريح لبدء المشروع إذا عم نحكي نحن كاب project charter بينما بتعريف العمل هي بتقول charter document الوثيقة 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 هاي المساق يعني هي الوثيقة التي تصرح للمشروع ولا لمرحلة من مراحل المشروع لما بنرى البومبا قايد هيدا هو مسكور بينما لما بنجد اسم العملية بيسموها البي اماي بيسميها develop project charter يعني طور أوكي مساق المشروع وهذا خطأ يعني الاسم فيه خطأ أوكي لأنه الاسم هون يتناقض مع القايد مع الدليل بدليل المعرفة حتى نفس الشي بعدين بيقول develop project management plan نفس الشي management plan هي للمرحلة ولا للمشروع ممكن يكون لمرحلة ولا للمشروع لما بيكون الكتاب عم بيشرح الشي ونجي بالاسم بنحط كلمة project عم ننسى نحن انه الproject plan اما الmanagement plan ولا charter ولا اي شي تاني هو يطبق على المرحلة وعلى المشروع وهون عم بيصير فيه خطأ بالفهم للأسف هون حمزل السؤال هلأ ويكون نحن شوي ديراكت ومنعتزر اذا حدا يمكان ينزعج من السؤال بس ناخد منطقة علمية اليوم على مدى حياة المشروع يعني الفكرة لا اغلاق المشروع بغض النظر شو هو المشروع كم وثيقة ميساك عنا خليني ساعدكم وفكروا بموضوع ما عم بسألكم انا وثيقة مشروع عم بيحكي الوثيقة charter كلمة charter اليوم حسب ما تستخدم بالcom back guide اليوم عمدى حياة المشروع كم charter لازم يكون عنا فكروا فيها عملوا بوازة زبادكم للفيديو وبس كونوا اهدين قرار رجعوا شغلوا الفيديو شو طلعه معكم كم وسيقة على المشروع بالطبع كم ميساك مشروع وسيقة واحدة في عنا نحنا ميساك واحد للمشروع بس اذا بنرجع للتعريف نحنا انه كل ميساك انه كلمة charter هي لكل مرحلة من المشروع معناية كل مرحلة من المرحلة المشروع لازم يكون فيها اذن لازم فيها اذن تنبتدي فيها يعني نحنا كفريق عمل يفترض انه ما نقدر نبدأ نشتغل على مرحلة من المراحل غير ما يكون لدينا اذن وهذه هي البسيئة هيا هو charter مجموعة العمليات تكرر وهون ضروري معناية اذا مشروعنا ماذا حيات المشروع project life cycle تتكون مثلا بمراحل رئيسية معناية سيكون لدي 3 phase charters وعندي project charter لدي 4 charters هذا ضروري نفهم هذا نفس الشيء دعنا نتوسع من هالنقطة هاي ونقول نحن project plan او او مجموعة العمليات كلها تقول عنا نحن بالشركة اللي نشتغل فيها والمؤسسة في عنا مرحلة اسم مرحلة التخطيط المشروع نرجع لقلنا ما فيش نحن مفضل هالكلمات بس نفترض موجودة عندكم بالشركة التخطيط في مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ مش غلط شرط انه نقدر نميز بين التخطيط كمرحلة مثل ما معاية تكون في إلا وميساق وإذن لنبدأ نشتغل العياد وإنشيات لازم نخطط لها المرحلة لازم ننفذ هالمرحلة يعني بتم تنفيذ مرحلة التخطيط هلأ شو المنتج هون بيكون بطبع خطة يعني التنفيذ هو تخطيط مش التنفيذ هو معاية العمل الإنشائي ولا البناء إذا نشغل مشروع بنا وضع الخطة هي عمل عنا نحنا وإنشيات نحنا نشيح بمجموعة العمليات ومراحل المشروع هون انت نختصر للأسف اليوم عم بكرر يمكن هي من اكتر الامور الغلط الشائعة بادارة المشاريع اليوم بالعالم بكتير مراجع بنشوفها ودراسات وكتبات على عبر السوشال ميديا عم بدايما عم تخلط بين اثنان وهذا الشيء المشكلة هون مش لغويا المشكلة انه نحن نكون عم نشغل مشروع كبير ونفكر المجموعة العمليات هي مراحل المشروع معنى ان احنا مش عم ندير مشاريعنا طريقة صحيحة وعم بصير في خلل وعم بصير في فشل وعم بصير في عنا مشاكل بالكلفة ومشاكل بالوقت وبالنهية ما بنعرف ليش ليش؟ خلا نرجع للفكرة الخطأ بفهم مادة مثل معلومة مثل ارشح مثل دليل المعرفة البنباق قاعد وهون ضرورة منهجية عدارة المشاريع ليش موجودة بالبنباق قاعد شكرا وإلى اللقاء بفيديو اخر شكرا شكرا